اكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة على همية المحافظة على رياضات الموروث الشعبي ومواصلة تهيئة كافة الامكانات اللازمة لتعزيزها بما يسهم في ترسيخ الهوية الحضرية والثقافية للمملكة مشيرا سموه في هذا الصدد إلى ما يليه حضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من دعم ورعاية لرياضات الموروث الشعبي مما كان له الأثر البالغ في تعزيز ارتباط أبناء البحرين بتراثهم العريق كما أشهد سموه باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بهذا الموروث وحمايته كأرث ثقافي يمثل هوية المجتمع البحريني وأكد سموه بحرص مملكة البحرين على المشاركة المستمرة في الفعاليات الخليجية التي تعنى برياضات الموروث الشعبي وذلك من خلال إسهامها المتواصل في دعم جهود تطوير هذه الرياضات محليا وخليجيا وعربيا وتشجيع الشباب على المشاركة بها من منطلق الحفاظ على تراث الآباء والأجداد جاء ذلك لدى حضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة برفقة صاحب السمو السيد أسعد بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي الممثل الخاص لجلالة السلطان بسلطنة عمان الشقيقة ختام مهرجان البشائر السنوي الرابع لسباق الهجنة العربية 2021 حيث أعرب سموه عن شكره وتقديره لسلطنة عمان الشقيقة على تنظيم هذا السباق وإبرازه بالصورة التي تعكس جهود السلطنة في المحافظة على الإرث الشعبي الخليجي منوها سموه بحسن الضيافة والإعداد والتنظيم من قبل القائمين على مسابقات مهرجان البشائر لسباقات الهجن العربية بنسخته الرابعة متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في النسخ المقبلة من المهرجانات بما يحقق تطلعاتهم كما أكد سموه على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة في مختلف المجالات وأهمية الدفع بها نحو أفق أوسع من العمل والتنسيق المشترك بما يلبي تطلعات المنشودة وقد حققت هجن الطائلات لمالكها سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة نتائج مميزة في بطولة مهرجان البشائر السنوي الرابع وذلك بفوزها بالمركزين الأول والثاني في الشوط الرئيسي للقعدان